يعيشون اليوم في منازل متهالكة تستر الكثير من حاجاتهم لحياة شبه كريمة لكن مستقبلهم القريبة يبدو أنه سيحمل معه الأسوأ لهم فعدة جهات حكومية أبلغت قاطني المنازل المتجاوزة بحي الصدر في محافظة القادسية بضرورة إخلاء منازلهم التي يرى فيها قاطنوها بالرغم من بساطتها بعضا من الأمان والاستقرار والله احنا بيتجاوز قاعدين عدي خمس جهال وقاعدين بغرفة وحدة بلغوا أنا عشيالة ورجلي محكوم بالسجن ما عدي لسان وجهال يقولون نشيله مدة 15 يوم نشيلون السواء نشيله ونروحوا لا عدنا ليجار لا عدنا شيء كل شي ما عدنا لا راتيب وين نروح كلها تريد فلوس وانا عشا ما عندي والله عشا ما عندي عبايا ما عندي حاصر علينا اللقمة المجاد يركضون وراها الشسم يركضون وراها وين تروح معراقيين هاي هؤلاء الذين تطاردهم قرارات حكومية يصفونها بالجائرة يجدون أنفسهم اليوم أمام خيارات مصيرية صعبة لا مفر من مواجهتها بالصمود تحت أسقف منازلهم حتى إن هدمت على رؤوسهم قلت لحنا وين نشيل ما عدنا أنا عدي خمس جهال وين أروح يعني شا نصبهم خيام بالشارع وين نروح يعني هسا وين نروح يعني حتى لا أهدموا هاي البيت على راسي أنا ما أشي معاناة بعض الأهالي التي تغص بالمرارة بفقد عزيزا كانوا يعتمدون عليه أو بوجود يتامة أو قتلى في العائلة لم تشفع في أن تكون الحامية لهم أمام الجهات الحكومية التي تطالبهم بالرحيل عن منازلهم أنا عندي يتامة 200 ورجال ما عندي والله العظيم مقطوع والقرآن مقطوع أقعد بالشارع وين أمشي يعني الحكومة اللي هتريده والعليها للشعب ما تطي ليش خمسة واربعين نقطة عنده وعده يتام ذوله أشمرهم بالشارع عادل عبد المهدي ويبقى سماع أصوات هؤلاء الأمهات المقهورات رهن صحوة حكومية طال انتظارها حتى بات العراقي غريبا في وطنه وصار الغريب صاحب القرار والدار ترجمة نانسي قنقر